من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي أسعد بشارة أهلا بك معنا على شاشة الحدث دعوات دولية لوقف إطلاق النار لا تلقى أدانا صاغية من قبل إسرائيل بل بالعكس إسرائيل تصاعد حتى وصلت للسيدة فيها لقوات اليونيفال وطلبها من اليونيفال اللي بتعاد خمسة كيلومترات أيضا التصعيد وصل إلى الداخل بيروت من الذي يمكن أن يوقف إسرائيل في هذه المرحلة؟ كان من الواضح أن كل المحاولات التي بدلها أموس هوكستين بالتشاور مع رئيس مجلس نواب نبيه برري طوال الأشهر الماضية كان يمكن أن تؤدي إلى كبح جماح الانتقال إلى مرحلة الحرب لكن تلك المفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة كيف سيدة سعاد؟ لم يتم فصل ملف غزة كيف كان يمكن لهكستين بالمشاورات التي قام بها مع الحكومة أن توقف هذا التصعيد وهذه الحرب؟ عبر خريطة الطريق الآتي التي طرحت وقف إطلاق نار عودة نازحين فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة تطبيق القرار 1701 يعني جنوب الليطاني وسائر مندرجاته بالتالي كانت بالتأكيد ستسحب البساط من تحت حكومة الحرب الإسرائيلية لكي لا تطور التهديدات طوال العشرة أشهر الماضية التي انتقلت في الشهر الأخير إلى حرب مفتوحة وغارات واجتياح جوي واغتيالات طالت رأس الهرم في حزب الله وكل كياداته الأمنية والعسكرية وهي وصلت كما تفضلت بالأمس إلى بيروت للمرة الثانية بعد غارة البشورة ثلاث غارات بالأمس في قلب بيروت الآن نحن في مرحلة مختلفة لماذا؟ لأن الحرب الإسرائيلية تدور على مراحل وقد ارتفع سقف الشروط بعد كل الاغتيالات والضربات التي حصلت وبالتالي حزب الله تراجع خطوة إلى الوراء بالقول أنه على لسان الشيخ نعيم آسم يفوض نبيه برري بالتفاوض الأمر الثاني يقبل بوقف طلق نار يعني الكلمة السحرية الترجمة لفصل الملف لبنان يعني وقف الحرب ووقف طلق النار القبول بوقف طلق النار قبل أن تقف الحرب في غزة ولكن هناك تتم لخارطة طريق هذه أولا النقاش حولها 1701 يعني البفرزون في الليطاني عودة النازحين على جانبي الحدود طبعا ليجب أن تكون هذه بدون قيد أو شرط ومواجهة ما تطرحه إسرائيل من شروط جديدة تريد نزع سلاح حزب الله وفقا للقرار 1559 الذي هو في صلب من درجات القرار 1701 وعلى الافتفاء من البفرزون نقطة الشروط الجديدة ولكن سيد أسعب بالنسبة لكلام وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حينما يقول ويؤكد على ضرورة انتخاب رئيس لبناني ويقول أن أمريكا والعديد من الدول ترغب بمساعدة لبنان ما الذي يمنع أمريكا والدول التي يشير إليها وزير الخارجية من مساعدة لبنان وكيف يمكن للولايات المتحدة الآن أن تساعد لبنان إذا كانت فاعلا ترغب في ذلك على أمريكا وهي تتفاوض مع طهران أن تضع الملف اللبناني في أول أولويات لا سيما في شقةه المتعلق بانتخاب رئيس لأن إيران هي التي تعطل في رسالة نعيم قاسم قطع الطريق على مبادرة برية التي كانت تهدف إلى اختيار اسم رئاسي لا يشكل تحديا لأحد وقال بعد وقف اطلاق النار أي بعد وقف بعد الحرب يبحث كل شيء يعني بطلعة يقصد الملف الرئاسي وبالتالي إيران حزب الله وضعوا فيتو على مبدأ انتخاب الرئيس الآن وليس مجرد خلاف حول الاسم أو غيره فأزان وضعوا فيتو حول المبدأ الأمر الثاني موضوع وقف اطلاق النار يعني يجب أولا أن تتوقف الحرب يجب أن يمنح حزب الله كل الأوراق للحكومة اللبنانية لكي تفاوض هي من موقع مستقل بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية هي تفاوض طهران منذ صباح وقبل ذلك بكثير يعني عم نحكي عن الأزمة هلأ منذ صباح سبعة شرين على عدم توسعة الحرب نجح التفاوض الإيراني الأمريكي في عدم توسعة الحرب لأنه لم يكن هناك مصلحة لا لطهران ولا لأمريكا بتوسعة الحرب ما فعلته إيران أنها افتتحت جبهة مساندة في لبنان اعتقدت أن هذه الجبهة المساندة ستبقى تحت سقف الحرب الكبرى وأن إسرائيل سيكون لها مصلحة بأن تفاوض على مجرد وقف طلاق النار متزامن في غزة وفي لبنان للأسف ذلك لم يحصل أنجزت إسرائيل ولكن أنا أعود لبنانكين وتشديده على ضرورة انتخاب رئيس لبناني باعتقادكم هل انتخاب رئيس لبناني لا يستطيع هو ضرورة الآن هل يمكن أن يوقف وقف إطلاق النار هو أكثر من ضرورة أصلا التعطيل الذي مارسه حزب الله طوال السنتين الماضيتين جعل الجمهورية بلا رأس مع حكومة مشلولة يعني حكومة تصريف أعمال لبنان بدون قرار سياسي إلا القرار الذي يمليه حزب الله فأزن جمهورية بلا رأس تحتاج إلى تشكيل حكومة رئيس جمهورية يمثل قرارا سياديا بالحد المعقول حكومة تكون متعاونة مع رئيس حكومة اختيار رئيس حكومة يكون متعاونة مع هذا الرئيس يعني إعادة إنتاج قرار لبناني ولو من حيث الشكل ولو بالحد الأدنى قرار لبناني يستطيع أن يفاوض ويجلس على الطاولة خلافا لما يجي الآن يأتي عباس عرقجي من طهران ويقول ممنوع فصل الجبهات ثم يتراجعون خطوة إلى الوراء ثم يضعون فيتو على انتخاب الرئيس هذا يعني ماذا؟ أن لبنان تحت الوصاية الإيرانية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض طهران على شؤون المنطقة وتحاول أن تمنع الحرب الكبرى بين طهران وتل أبيب فإن هذا الملف اللبناني الذي هو جزء من مشاكل المنطقة يستأهل من الإدارة الأمريكية أن تمارس الجهد بطريقة فعالة أكثر وجدية أكثر فيما يتعلق بلبنان البعض يطرح سؤال لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بنفس هذا الجهد أيضا مع إسرائيل يعني حينما تبلور الولايات المتحدة الأمريكية مقترح لوقف إطلاق النار وتتحدث عن أنها تتشاور ستتشاور مع الدول الأخرى الدول العربية في هذا التشاور لا نجد إسرائيل وهي الطرف الأصيل الذي يصعد وأنت قلت قبل قليل بأنها في كل مرة إسرائيل ترفع من سقف شروطها في البداية كانت تتحدث عن ألف سبعمائة وواحد أضافت إليه خمستاشر تسعة وخمسين وبالتالي لماذا لا تبدل الولايات المتحدة الأمريكية نفس الجهد مع إسرائيل ومن قال غير ذلك يعني كل ما بذل في غزة لإقامة هدنة لم ينجح يعني كل أمريكا تتعاطى مع إسرائيل وفق الآتي أولا هي الضامن الرئيسي لاستمرار إسرائيل وجوديا لأمن إسرائيل هذا ليس فيه النقاش ولن يتغير لا في المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد الأمر الثاني إذا حصل التمايز كما حصل بين حكومة نتنياهو أو نتنياهو شخصيا وإدارة بايدن حول كيفية خوض هذه الحرب فإنه لا يعني أن أمريكا لا توافق مع إسرائيل أمريكا تريد أن ترسم خطوطا لإسرائيل تنجح أحيانا وهي تفشل كثيرا الآن منذ الخيص الموقف الأمريكي بحرب إسرائيل على لبنان وحزب الله بالآتي دعم مطلق لأمن إسرائيل دعم للحملة التي تقوم بها إسرائيل على معاقل حزب الله لضرب حزب الله وتقزيمه عسكريا وأمنيا ومنعه من أن يكون قوة قادرة على القيام بـ 27 أو أكبر من 27 انطلاقا من لبنان وفي الوقت نفسه تدعم تطبيق السبعتاش سفر واحد هناك فرق كبير السبعتاش سفر واحد يعني المنطقة الآمنة الخالية من حزب الله بين الليطاني والخط الأزرق أما إسرائيل فهي تذهب أبعد من ذلك بكثير تقول إذا ما قبلنا بالسبعتاش سفر واحد ولو بضمنات أن تكون هناك منطقة عازلة فإن صواريخ حزب الله قادرة على أن تصل إلى قلب إسرائيل في أي لحظة فإن قدرة حزب الله على تجويف السبعتاش سفر واحد وهذه المنطقة هي قدرة كبيرة مدام يحتفظ بقدراته العسكرية ومدام يسيطر على القرار اللبناني بالتالي تذهب إسرائيل إلى الحد الأبعد 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 لمحاولة يعني شطط قدرة وتأثير حزب الله في المعادلة هذه ألا أعتقد أن الأمريكيين يمكن أن يذهبوا إلى هذا الحد ولكن يبقون في موقع التفاوض والإدارة أولويتهم الآن هي أن ترد إسرائيل بشكل لا يؤدي إلى رد إيراني وإلى رد ورد متبادل لكي لا تدخل أمريكا في مواجهة أكثر من أن تكون دفاعية ولكن حتى بعد أن تتطر لقصف مراكز حيوية في طهران إيران وهو ما لا تريده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر